مائة وست عشرة قاضية بحسب معهد القضاء العراقي يحتفين بالعشر من أذار في كل عام ويحتفي بهن القضاء العراقي بمناسبة يومهن الدولية ولطالما حرصت الرسالة القضائية التي يعززها دوما رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان على تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة وعلى جميع مستويات السلطة القضائية يكشف زيدان عن خطة طموحة في زيادة أعداد القضاء وعلى وجه الخصوص القاضيات وإسناد المناصب المتقدمة لهن في القضاء العراقي بالإضافة إلى تطوير واقع عملهن من خلال نيل استحقاقهن في تولي وقيادة بعض المفاصل التي تتسم بالأهمية داخل المؤسسة القضائية خطوة يراها قانونيون وبرلمانيون على أنها مهمة فيما يتعلق باستثمار الفرصة واستشراف الترتيبات التشريعية والسياسات التي من شأنها مناقشة أدوار النوع الاجتماعي وتمكين المساواة بين الجنسين في العراق وعن جهود القضاء الأعلى ورئيسه القاضي فائق زيدان عززت الأمم المتحدة على اللسان ممثلها القاص للأمين العام في العراق الجهد الكبير الذي يقدم للارتقاء بواقع المرأة وتعزيز القيادات النسوية في مجال العدالة وعلى جميع المستويات في القضاء ولجميع أنواع القضايا وهو ما يؤكده القاضي الزيدان بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل وفي كافة مستويات القرار الأمر الذي ينعكس إيجابا للصالح العام مه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة